ما زلنا مع النبي وما زلنا مع غزوة بدر تعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة أن هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا بتضحيات الرجال إلا على جماد من رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة هذا فها هو سعد ابن خيثمة ابن حارسة الأنصاري سعد هذا إذا به يقول لما نادى النبي على الخروج للعير قلت لأبي يا أبي قال لبيك يا سعد قلت له إئذن لأن أخرج قال بل آثرني بها يا سعد إنها الشهادة إنها التضحية بالنفس فقال والله يا أبتي لو كان غيرهما لآثرتك لو كان غير الجهاد وغير الشهادة لآثرتك قال فاستهما استهما يعني عمل قرعة قال فاوقع يعني سه سعد فخرج وها هي الغزوة قد عادت والجيش عاد منتصرا مع رسول الله والأب ينتظر عودة الولد ينتظر عودة فلزة الكبد وثمرة الفؤاد ونور العين ولكن الجيش يعود أين سعد نال الشهادة فإذا بأبيه يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت غزوة أحد فذهب النبي يستشير الصحابة هل نخرج لقتال المشركين أم نمكث في المدينة ونقاتلهم إذا جاءون إلى المدينة وإذا ولجوا مدينتنا مدينتنا قالوا قام هذا الرجل خيثمة وقال يا رسول الله والله لقد تمنيت الشهادة في بدر فسبقني بها سعد وها هو سعد رأيته البارحة وهو يصرح في الجنة وفي أغمار الجنة ويقول يا أبتي الحق بنا يا أبتي لقد وجدت ما وعدني ربي حقا الحق بنا يا أبتي فيا رسول الله لا تحرمني شرف الشهادة في سبيل الله يا رسول الله فإذا برسول الله يخرج وكان من السبعين الذين نالوا الشهادة خيثمة ابن الحارس